نظام المساهم المهنيين الموحدة هو نظام جاء كنتيجة طالبات المهنيين خلال المناظرة الوطنية الجيبايات التي كانت سنة 2019 فمبيلنا المطالب المهنيين وكان أولا تجميع مجموعة من الضرائف ضريبة واحدة وكذلك لدينا واحد ضريبة تمتاز بالعدالة ضريبية وأن الضريبة يكون علىها ليش الربح فالأمر هذا جاءت المساهم المهني الموحدة المساهم الموحدة اليوم تنزلت على مراحل الأولى التي هي هذه السنة فتمت جميع الضرائب السابقة بالنسبة للناس الذين خاضوا عن نظام الضريبة الجوزافية ضريبة يعني عن الدخل والرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية بالنسبة للناس الذين مالكي المحلات التجارية فتمت جميعهم كلهم في ضريبة واحدة التي تمت المساهمة المهنية الموحدة بنفس الضريبة التي كانت سابقة يعني ما كانت لا زيادة ولا نقطة يعني تم اعتماد بنفس الأرقام على أساس أنه في السنة المقبلة إن شاء الله سيكون المساهمة المهنية الموحدة ستقتصر على الضريبة على الربح ويعني يعتماد رقم المعاملات التي سيصرح به المهني أو التاجير وحسب نوع المهنة وهاميش الربح المحدد في المهنة كان واحد تضريب واحد عشرة في المئة دي هاميش الربح هو الذي سيؤديه وسيكون مسألة أخرى هو أن الرسم المهني لا يتلغى يعني سيتنقص هذه الداربة دي الرسم المهني اللي كانوا يعانيوا منها بعد التجار وبعد المهنيين لأنه كانوا كنت تعتبر واحد ضريبة غير منتجة لأنه إنسان على حسب الكيراء وإذا كنت شبت لك يكون عنده ضرائب مرتفعة فاليوم سيقول فقط الضريبة على الربح يعني هذه من انطلاقا من السنة المقبلة وإلا في هذه السنة هذه كسنة انتقالية فقد تمت جميع جميع الضرائب السابقة اللي كانت تخلصهم موديل الضرائب يعني تكلموا على ضرائب الربح والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية يعني هي ماشي ضرائبة جديدة لا هي ماشي ضرائبة جديدة هي غير فقط جميع الضرائب السابقة خلال هذه السنة هذه ولكن السنة المقبلة ستكون فيها إيجابيات بالنسبة للمهنيين لأنه سيتم إلغاء الرسم المهني وسيتم اعتماد تصريح اللي سيقوم به المهني وما سيكون هذا السلطة التقديرية اللي كانت قابل عند المفتشين ديال الضرائب وهم اللي كانوا يحدوا واحد هاميش الربح وبالتالي كانت تجي واحد ضرائبة على الربح يعني مقدرة من طرف الإدارة اليوم دابها الداربة سيكون على حسب لا دكراراس يعني التصريح ديال المهني أو التاجير المساهمة التكملية هي ماشي ضريبة ولكن هي واحد المساهمة اللي غدت تعطى للصندوق ضمان الاجتماعي كمساهمة للاستفادة من التغطية الصحية ففقط أنه مديرة الدرائب هي تلعب دور الواسيط بأنها هي تستخلصها هذه المساهمة التكملية وغدت تبلغها الصندوق صندوق الوطني الضمان الاجتماعي باش أنه المهني يستفد هو والأسرة دياله يعني زوجة دياله والأولاد دياله من التغطية الصحية كما يستفيدوا منها للأوجراء ديال القطع الخاص يعني بنفس المواصفات يعني التعويضات بالنسبة للإسترجاع المصاريف الطيبية وكذلك بعد الأمراض خاصة الأمراض المزمينة اللي يعاني منها واحد عدد ديال الناس اللي تقدر توصل لهذه نسبة الإسترجاع ديال المصاريف ديالها تلوي 95% كما هو معمول به في الأمراض المزمينة من طرف صندوق الوطني الضمان الاجتماعي وهذه المساهمة التكملية هي جات بهذه الصيغة هذي علاش؟ لأنه كما تعرفوا القانون 98-15 اللي كيتكلم على التغطية الصحية لفائدة المستقلين لغير الأوجراء فكان توجهه أنه يتم اعتماء يعني الاتفاق مع كل مهنة مهنة فإلا بقينا إلا اعتمدنا هذه الصيغة هذي ربما غير طول الأمر وبالتالي ربما غير نشوي على مهنة مهنة وحيرفة حيرفة فغير طول الأمر فبتم الاتفاق كانت مقترحة دي المنظمة المهنية وقترحنا كفضاء مغربين المهنين باش أنه يتم تعامل مع أصحاب النظام الجوزافي كلهم كواحدة وحيدة وأنه يكون هذا المخاطب ديالهم هو مدير الدرائب باعتبار أنه عندها قاعدة المعطيات لأنه كان المفروض أنه نظام ديال كما تعرفوا نظام 89-15 يتكلم على أنه يكون واحد لهيئة هي اللي عندها جميع المعطيات ديال هاد المعنين بالأمر فبالتالي تم اعتماد هاد المساهمة التكملية بالنظام ديال أصحاب الخاضعين النظام ديال الجوزافي فلذلك فإنه مدير الدرائبية هي اللي تستخلصوا هاته المبالغ وكتعطيها وكتعطيها لسندوق الضمان الاجتماعي وكان واحد مجموع وتم اسميته كذلك في تنزيل هاد المساهمة التكملية احترام بعض الأشطر فبالتالي الأشطر يعني بعض المهنيين اللي هما عندهم ضاربة أصلاً كانت قليل المساهمة المهنية المحادة يعني ضاربة على الدخل والضاربة على الرسم المهني اللي كانت تجاوش واحد الرقم معين كان واحد الرقم معين كانت تبدأ من 1200 درهم سنوياً أي مئات درهم شهرياً اللي ستمكن المهني هو والوليدات دياله والأسرة دياله باستفادة من تغطية صحية فهذه مبالغة جداً معقولة وأكيد فيها واحد دعم من طرف الإدارة باستفادة تغطية صحية في إطار هذا البرنامج الوطني يعني صاحب جلاله في إطار تعميم تغطية صحية وفي أفوق كذلك تعميم تغطية اجتماعية اللي من بعد سيتم تنزيل التعويض على الأطفال وكذلك التعويض على الفقدان الشغل وكذلك نظام ديال التقاعد يعني بالنسبة لنا هذه لا بناء أولية هذه المساهمة التكملية ستجيب أول لمعالجة إشكال ديال التغطية الصحية اللي كانوا يعانون من عدد كبير ديال المهنيين وديال التجار وحيرافيين وكان عارفوا أن الناس اللي ما كانوا يقدروا باش يدعووا وفي الخار كيمشون الهشاشة الاجتماعية عن طريق ربما بيع الممتلكات ديالهم باش يدعووا فالحمد لله اليوم هذه المساهمة التكملية جاءت باش كتعالج هذه الإشكال هذا والمساهمة التكملية اللي معني بها هم الناس الخاضعين ضم ديال الضريبة الجزافية وما يكونوش ديجا عندهم تغطية صحية اللي عنده تغطية صحية في مجال فهذاك ما معنيش اللي عنده تغطية صحية فهذاك ما معنيش اللي عنده تغطية صحية فما معنيش باش أنه يؤدي مساهمة تكملية فالمساهمة تكملية تؤدى مرة واحدة ولا تؤدى عدة مرات موسيقى كما كتعرفوه أن الفضاء المغربي المهانيين هو في إطار واحدة التنسيقية الوطنية المنظمات المهانية الأكثر تمتيلية اللي فيها كل من نقابة الوطنية للتجار والمهانيين وكذلك الاتحاد العام وقورة المهان هذه التنسيقية كنا وقعنا اتفاق مع المديرية العامة ديالترائب وكذلك مع مديرية الجماري إدارة الجماريك منذ سنة 2019 وكذلك ساهمنا جميع في الليجان التقنية التي كانت تحضيرها للمناظرة الوطنية الجباية وكذلك مجموعة من المقترحات ومبين هذه المتقالة لجميع الدرائب اللي مفرضة على المهانيين والتجار كصيغة أولية جاءت هذه المساهمة المهانية المحادة لجميع الدرائب المدبرة من طرف إدارة الدرائب على أسألنا هو يتم كذلك إدخال حتى الدرائب أو للرسوم اللي كتفرضها الجماعات الترابية مستقبلا فكان عندنا مساهمة أولا في النظام باش أنه كيفاش يخرج مسألة التانية كان عندك لقاءات مع المديرية ديال الدرائب ومديرية ديال التجارة والصناعة وكذلك ووزارة الوصية ووزارة الصناعة التقليدية هذه كلهم وزارات اللي كتدبرون بجموعهم القطاعات اللي احنا كان اللي عندنا المهانيين ديالنا منضاوين فيهم فبالتالي كان عندنا مقترحات باش أننا نسرعه بالقانون ديال التغطية الصحية القانون تعطي سياما من بعد ما تصادق عليه في القانون 98-15 ونزل ويعني تم اعتماده منذ سنة 2017 فكانت الأمور تتأرجح واشغل نمشيه في اتجاه ديال أنه ندبره مهنة 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 بالتالي احنا اقترحنا في إطارة النسيقية أنه يكون سدبيره من طرف واحد الهيئة اللي هي عندها لقاعدة المعطيات الشاملة لهذه المجموعة من المهنيين والحرافيين اللي هما أصلا خاضعين لنظام ديال الضريبة الجوزافية فكذلك الإدارة تفعلت معنا إيجابيا وكان عندنا عدة لقاءات وكان واحد من بعدها كانت واحد المقترحة ديالوزارة التجارة اللي يجيت بواحد المبالغ اللي اعتبرناها غير مقدور عليها وكنا نرفضناها في واحد الوقت معيان وكنا نصدرنا بالاغ بأنه قلنا اسميته هاد الشراء هاد المبالغ اللي المفروض أنها الدول الميانية كانت مرتفعة ومكتراعيش القدرة الشرائية ديالهم والقدرة المالية ديالهم فلذلك تم عاوتان في إطار مفاوضات عاود دبرنا هذا الأمر ومشينا في تجاه هذه الأشطر معينة وهو المقترح اللي تم اعتماده في قانون المالية 2021 وتم المصادقة عليه وهو اللي داباليوم كان نزله كما تعرفوك بالنسبة للأشطر اللي جات الأولية كانت تبدأ مساهمة تكميلية المرتبطة بالتغطية الصحية كانت تبدأ من 100 درهم شهريا بالنسبة للميهاني اللي هو الأسرة دياله ولي ذاته بعد ذلك كانت الشطر الثاني اللي في 130 درهم بعد الشطر الثالث ل190 درهم يعني هاد الثالث أشطر الأولى تقريباً تقريباً كثير من 67% ديال هاد الفئة ديال الشريحة ديال هاد فهذا الأمور هادي وهذا المبالغ المالية اللي تم اعتبارها فكانت إطار مفاوضات ومقترحات ديال نحن كمضم مهنية وتابعنا هذا الأمر مع الهيئة الوصية كذلك تابعنا حتى العملية تنزيل وكانت عدنا عدة مقترحات بالنسبة للوزارة الوصية وبالنسبة لإدارة الضرائي وقترحنا عدد ديال الأمور باش انا تدبر واليوم احنا كنساهم وحتف عملية ديال تنزيل دياله وفي تحسيس ديال المهانيين والتجار وكذلك حتى في الملاحظات اللي عندنا في عملية تنزيل عندنا كان بعض الأمور اللي هي بالنسبة للإدارة عندنا ملاحظات عليها وكذلك نتحاوله مع الإدارة باش أنه يتموا تصحيحها بما فيها هاد شي ديال الناس اللي وهو النظام تم لأنهم تخلفوا شوية على على الآجال اللي كانت محددها الإدارة لأن احنا كنقوله بأن الإدارة كذلك كانت تأخرت عملية ديال تنزيل دياله وكان واحد صعوبة ديال التواصل وهذا نظام جديد وحنا بغينا النجاح دياله وهذا كيدخل في واحد الورش الملكي اللي في التقطية الاجتماعية لجميع المواطنين بما في هاد الفئة ديال التجار المهانيين وبغينا ينجح في أحسن الظروف فلذلك احنا كنقومه كذلك في عملية ديال التقويم والملاحظات اللازمة بسافتنا مهانية وباش نراعيوا الحقوق ديال التجار والمهانيين ونحصنوا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دياله